طيب أنا عايز أتكلم بقى طبعا مش عن أداء نادي زمالك كله لأ أنا عايز أتكلم فقط بس عن عبدالله السعيد عبدالله السعيد الحامة وكواليتي زي ما بنقول وإن العيب يكون في السن ده وبالأداء ده ما شاء الله عليه يعني أعتقد أن دي عقلية يعني هو الراجل عنده رؤية يعني وقاعد بيفكر ويخطط الموضوع مش ماشي كده بس يا محمد استحالة يكون بسم الله ما شاء الله أنا والحاولة كلمة العيب 39 سنة ويوصل المستوى ده من فراغ استحالة يكون الموضوع صدفة تتكلم على راجل بيهتم بأدقة تفاصيل الشخصية لنفسه على الأكل على الصورب على التدريبات أو على الجامعية تتكلم حتى على جزئية التحليل الفردي دايما شفنا كذا تصريح لي دايما بيهتم بالتقنيات المعينة المتعلقة بالتحليل الفردي سواء تقنية الفيديو أو حتى مع محل الأداء معين خاص به يعني بيبتري حتى يشتغل على بعض الأخطاء حتى لو تكنيكية بسيطة جدا يعني كل التفاصيل دي وغيرها يعني كبر سنن كل ما ازدد يعني سجم بسرعة كمان يعني شفتم على الأهل مع بيراميدز مع الزمالك في أي اسلوب لعب عبدالله سعيد مناسب لي اسلوب لعب اللي عيد في لعب تلعب لعب مباشر على المرمة فريق بلعب يعني اسلوب لعب استحوازي أكتر فعبدالله سعيد أيا كان الفريق اللي بلعب معاه وطبعا بمعظمه فرقة كبيرة يعني بيتأقلم سريعا أنه عنده فلعب من التقنيات ومن الوعي التكتيكي على أعلى مستوى عبدالله سعيد زي مولتا لكن برح في بداية كلامي سجل الهدف 130 ليه منهم 35 ركلة جزاء عبدالله سعيد سجل الموسم التسعتاشر على التوالي عشان يكون تاني أكتر لعب تسجيل الأهداف متتالي يعني بعد حسام حسن طبعا كابتن حسام حسن مدير الفن المتخم مصر سجل عشرين موسم متتالي فعبدالله سعيد يزداد رونقا ويزداد حقيقا لأرقام الكواسية طيب مبارح برضو كان فيه مباراة مهمة ما بين بيراملز وبيتروجيت بيراملز يمكن واحد واحد النتيجة هل أداء وصفته ضعيف في قصور في بعض الأماكن أو في بعض الدفاع في الهجمات شفتها إزاي مبارح المبارح بصي برضو خلينا نحط كل الأمور في السياق أو بيراملز أو الأهل أو الزمالك وبنزل دينا بيلاعبوا نفسهم بيلاعبوا الفرق والفرق دي بتدرس إيجابياتهم وسلبياتهم فبتتكلم بيراملز مبارح مع المدير الفني المحنك كابتن سيد عيد اللي كان أكتر من سبب رئيسي في سعود كذا نادي للدور الممتاز وصمم أنه يكمل مع بيتروجيت وكان تصميم إدارة بيتروجيت وكان تصميم جايد دايما نحن نشوف الفرق اللي بتصعد من درجة أدنى للدور الممتاز بيتم تغيير المدرب على طول ما عرفش بحس يجيب المدربين لأقصر تمرسا فده طمر ببقى الأمور سيئة جدا لكن قرار جايد جدا بإدارة بيتروجيت تستمر كابتن سيد عيد المدير الفني المحنك فبتكلم بإدارة بيتروجيت تستغل أخطاء كتيرة لنادي بيراملز خصوصا دايما بيراملز بيلجأ لدفاع المتقدم فبالتالي كان فيه مساحات خلفه فبالتالي دايما بيتروجيت في الشوت الأول تحديدا اللعب حوالي سبع كورة طولية منهم أربع كور كانت مميزة للمهاجم بيتروجيت اللي سجل هدف وكان فيه هدف أولاني ولكن تقلق طبعا الشناوي سالها ويعني ما يعتبر كان يعني أكس جي بتاع أول هدف كان متوقع ويعدي نسبة اثنين وكسور من العشرة فبتكلمة لأ مدير فني محنك قدر يستغل بعض السلبيات لبيراملز وفي نفس الوقت بيراملز برضو حتى الآن بيعاني من كمية إهضار الفرص جودة لعيب على التلت الأخيرة على الأعلى مستوى مع مدير فني بعتبر مميز جدا يوريتيتش وهو استكمال لكابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه وبرضو مع تكيس جونياس قدر يعمل التوليفة المناسبة للفرقة تلعب لعب مباشر أكثر على المرمى لكن حتى الآن يزار بيراملز بيهدر نقط في الأول وطارد جدا يبتدي يعاني منها في الآخر لازم بيراملز يبتدي يستغل لكم الهائل من الفرص اللي بسنحها خصوصا تحديدا الشوت التاني بيراملز محمد كان أفضل بكتير جدا وصنع أكتر من الكرة بيراملز الشوت التاني سدت حوالي 12 تسديدة منهم 5 وده طبعا تقلق عمر صالح حارس مرمى بيتروجيت ترجمة نانسي قنقر